هذا أسعار الجملة والخضر والفاكهة في سوق العبور مبارح كانت يريتك بولة يا شباب لا صار الحمد لله يعني شايف أنا فيه فيه يعني عملية انخفاض اهو مثلا طماطم يعني من 4 جنيه ل6 جنيه السعر السائد 5 جنيه على فكرة الطماطم لما وصلت 50 جنيه ومش عارفه 40 جنيه وحاجات زي كده كانت ترندات طبعا الطماطم كانت عاملة ترندات لكن لما نزلت بقى 4 جنيه ما هتشكله خالص هتشكله البطاطس 5 جنيه من 5 إلى 11 على فكرة ده سعر جملة مش سعر مستهلك نهائي بالتأكيد مستهلك نهائي أغلى من كده يعني مثلا اعتقد سعر الطماطم من 4 إلى 6 ده في سوق الجملة بياخده التاجر بتوصل لتاجر التجزئة مثلا معرفش المفروض يكسب كام صارت بيقول لي بعشرة و13 يعني يعني عشرة و13 يعني الضعف هيكسب الضعف بص بقى لما يجي سعر وصل سوق العبور 4 جنيه طب الفلاح أو المزارع بقعه بكام باتنين جنيه يعني اعتقد بقعه باتنين جنيه ولا جنيه ونص اللي بيزرع بيقعد يشقى ويعرق 6 شهور عشان يشقى الطماطم اهو بيقعد يزرع بجنيه بيبعها بجنيه وجنيه ونص وتتبعها في سوق العبور أقل حاجة بـ 4 جنيه أقل حاجة بـ 4 جنيه بياخدها التاجر توصل لحضرتك بـ 13 جنيه و12 جنيه و11 جنيه يعني الراجل المزارع اللي اشتغل الشغلانة دي 6 شهور وعرق وتعب هو وعيلته وصرف كماوي وأرض وغيره وغيره بجنيه ونص وفي الآخر 2 جنيه قول 2 جنيه قول 2 جنيه من 2 جنيه لـ 10 جنيه في المتوسط فيه 8 جنيه هل الوسطاء دواير الوسطاء تكسب 8 جنيه والراجل المزارع 2 جنيه مكسب ده ثمن القصة كلها يعني مش هيكسبتها 10 سياغ ولا عشان قرش ولا نص جنيه يبقى بطل ده الموضوع يعني خليني كل الخضرات قدام حضرتك هو مثلا الفلفل الألوان بـ 20 جنيه ليه 25 جنيه بيتباع بـ 28 جنيه طب هو الفلاح طلعه بكام والمستهلك ياخده بكام خليني بس أقول لحضرتكم ان عندي 3 حلقات حلقة الأولى المزارع أو الصانع الراجل الفلاح اللي بيزرع زرع ملوخية زرع بامية زرع أفاصولية زرع بطاطس أي زرع عمال يشأ طول السنة ويشتغل وطلحها في الآخر جي خدها منه التاجر بـ 10 جنيه ادهى التاجر اللي أعلى منه شوية أو الموزع بـ 12 جنيه ادهى لسوق العبور بـ 13 جنيه راحت للمستهلك النهائي بـ 20 جنيه يعني بين حضرتك كمستهلك وبين الفلاح المزارع رقم مهول جدا فاجوة كبيرة جدا أنا معرفش إيه تتصلح إزاي يعني معنديش خبرة ومعنديش فكرة إزاي يكون فيه منظومة معقولة ومقبولة وما سيبشي القصة بيدرها وسطاء الفلاح يا جماعة بيزرع وبيشتغل وبيبيع بـ 2 جنيه كيلو الطماطق فوصل لحضرتك بعشرة جنيه إزاي التمانية جنيه راحوا فين اللي خدوا التمانية جنيه وزاع نفسهم دول تاجر وسمسار ووسط ما زرعش ده هو خدف يومين في يوم واحد يعني في يوم كسب اللي الفلاح كسبوا في سنة يعني فيه لخبطة فيه عملية توهان فيه عملية لخبطة فيه منظومة تحرك المنتجات الزراعية من الحقل للمائدة عشان توصلك الراجل اللي بيزرع عشاء وانت دفعت اللي في النص دول 3-4 دواير هم دول اللي كسبوا المكاسب الكبرى للدولة استفادت ولا المواطن استفاد ولا الفلاح المستثمر الحقيقي استفاد انا بقول هنا عايزين نحافظ على الفلاح عشان يزرع بربح معقول بيعوضه بغطى كليفته اتنين عايزة اقلل الدواير بين المزارع او الفلاح وبين المستهلك عايزة اقلل الدواير لذلك فكرة الدولة ان تعمل اسواق في مناطق الانتاج والاسواق دي تكون فيها تلاجات وكيفة وسائل نقل محترمة وليجيزيات محترمة تقلل الفاقد وتقلل الوسطى هنلاقي الدنيا تزبطت يا جماعة احنا عندنا معلش يعني ما حدش يزعل مني فيه فوضى فيه ادارة منظومة الحاصلات الزراعية من الفلاح للمستهلك النائي فيه فوضى فيه حلقات كثيرة جدا يعني انا بلفت النظر ومعرفش مين المسؤول ما عنديش الحقيقة فكرة يعني مين اللي يعمل ضبط للاسواق ومن المزرعة من الحقر من الغيط يعني لغاية المائدة كم حلقة كم واحد بيبيع ويشتري ويكسب ويصمصر كتير جدا ما فيش مكان في العالم كده يا جماعة يعني ما فيش مكان في العالم كده ان يكون كله الطماطم باثنين جنيه من الفلاح ولا بجنيه ويبع بعشرة واحداشر جنيه للمستهلك النائي كل دول مستطاقة في النص لا عرق ولا تعب ولا استثمره على الجاهز واعد على القهوة شغال يعني جماعة فيه فيه حاجة غلط المنظومة دي لازم تنضبط ومعرفش دي المحلات تشتغل فيها ازاي المحافظات تشتغل فيها ازاي الاسواق وادارة الاسواق حماية المستهلك الوزارة التموين معرفش يعني الاعتقد الدكتور مصطفى مدبولة ما بيقعد عشان الاسعار لا ده جزء مهم جدا كيف يتم القضاء او تقليل الحلقات الوسيطة والوسطاء بين اللي بيصنع وبيزرع وبيشتغل وبيشقى وبين المستهلك النهائي الوسطاء دول العديد السماسرة مع كامل احترام لدورهم بس لازم اقلل ويكون برضو ده منظومة رسمية مش فوضى مش اي حد يخش يشتغل ويكسب قد اللي بيزرع في سنة بيكسبه في قوق في ساعة يعني